منذ نشأتها ليس لشوي وجود في نظر الدولة الصينية جريمتها كونها الطفل الثاني لأسرة لي شوي ولدت في أوج سياسة الطفل الواحد في عام 1993 رفضت والدتها من العمل بسبب حملها بطفل ثاني كما كان على الزوجين لي دفع غرامة قدرها 560 يورو ما كان يمثل ثروة لهذه الأسرة التي لم يكن مدخولها الشهري يتجاوز المائة يورو الأسرة عجزت عن الدفع فكانت العقوبة حرمان الوليد الجديد من الحصول على بطاقة تعريف أعتقد أنني حقا مختلفة عن الآخرين من منهم في السن حياتي ليست لها علاقة بحياتهم هم يملكون هوية ويمكنهم الذهاب إلى المدرسة والذيهم أصدقاء ومعلمون أما أنا فليس لدي أي شيء من دون اعتراف رسمي لم يتسنى لشوء التعليم ولا حتى العلاج حياتها نضال يومي إذا أردت أخذ القطار فلن أستطيع إذ يجب أن تملك بطاقة هوية لشراء التذكرة إذا كنت مريضة وأردت الذهاب إلى المستشفى علي تقديم سجلي الصحي وسأسأل عن اسمي وسجلي لكنني لا أملك أي منهما للأسف قصة هذه الفتاة مألوفة شوي هي واحدة من الأطفال الذين يلقبون بالأطفال السود أطفال ولدوا على الرغم من سياسة الطفل الواحد وهم يعيشون على هامش القانون لقد سمح قانون الطفل الواحد بمنع أربعمائة مليون ولادة منذ أن دخل حيز التنفيذ إجراء ضروري في هذا البلد الأكثر تعدادا للسكان ولكن بالنسبة للبعض هو أولا ظلم اجتماعي هناك الكثير من السكان في الصين ولكن هذه السياسة لم تتمكن من السيطرة على السكان هذه السياسة موضوعة فقط للسيطرة على الفقراء الذين لا يملكون القوة أما أولئك الذين يملكون المال والنفوذ فيمكنهم إنجاب الأطفال يمكنهم دفع الغرامة هم يشترون أطفالهم شعور بالظلم والإحباط قد يسفر في نهاية المطاف عن تهديد السلم الإجتماعي إذا استمرت الحكومة في معاقبتهم وعدم منحهم بطاقات الهوية سيرتكب الأطفال السود أعمالا مفرطة وسوف يصبحون بلطقية ولصوصا وقتلة لا بد من حل هذه المشكلة وفقا لتعداد السكان هذا العام يزيد عدد سكان الصين عن ثلاثة مليارات نسمة فاصل واحد ناهيك عن الملايين من الأطفال السود الذين يشاركون الشوء في مصيرها